بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع لقاء الإربعاء هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم عبر ستوديو محطة القصيم أهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان أيهاكم الله وبركة فيكم نبدأ هذا اللقاء بتفسير الآيات الكريمات من سورة فصلت في قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير من آياته آياته الكونية والآية في اللغة هي العلامة الدالة على المقصود فهذه المخلوقات كلها آيات كونية تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وربوبيته استعقاقه للعبادة وحده لا شريك له أنك ترى الأرض خاشعة هذا خطاب لكل من يسمع هذه الآية أنك ترى تبصر الأرض خاشعة يعني ليس فيها نبات وليس فيها حياة وأيضا هي ليست مرتفعة التراب بل هي هابطة تربتها لا نبات فيها فإذا أنزل الله عليها المطر بقدرته ورحمته سبحانه وتعالى اهتزت تغير وضعها عن ذي قبل اهتزت وربت يعني ارتفعت بالنبات ارتفعت تربتها التي كانت هابطة ارتفعت وانشقت عن النباتات المتنوعة بعد أن كانت هامدة ليس فيها نبات ولا حياة فالذي أحياها أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحي الأموات بعد الموت من قبورهم الذي ينكره المشركون ينكرون البعث ويستبعدونه لأنهم لا يعرفون قدرة الله سبحانه وتعالى فهو يريهم علامة على قدرته يشاهدونها ويشاهدونها ليست مجالا للتردد والشك فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت هم ينظرون ذلك وهم يتحرون المطر لأجل أن تخصب الأرض بعد أن كانت ميتة فالذي أحياها أحيا الأرض بعد موتها بقدرته سبحانه قادر على أن يحي الأموات إن الذي أحياها لم يحي الموت وهم لا يجادلون في أن الله يحي الأرض بعد موتها لكنهم يجادلون في إحياء الأموات في قبورهم الذي قادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على أن يحي الأموات بعد موتهم إن الذي أحياها لم يحي الأرض بعد موتها إنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى فقدرته شاملة وعامة لكل ما يريده سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا إن الذين يلحدون في آياتنا هذا وعيد لمن تنكر لآيات الله عز وجل وحرفها عن معناها وغير مدلولها لتوافق هواه هذا ملحد والإلحاد في اللغة الميل أي الذين يميلون بالآيات عن مدلولها إلى مدلول باطل يوافق أهواءهم هذا إلحاد إلحاد في آيات الله والإلحاد في آيات الله يكون في تغييرها عن ألفاظها وزيادة زيادة فيها أو نخصان أو تغيير لمعانيها ألفاظها باقية لكن يلحدون في معانيها ويفسرونها بغير تفسيرها قال الله جل وعلا لا يخفون علينا هذا وعيد الله مطلع عليهم وسيجازيهم على عبثهم وإلحادهم في الآيات ليسوا مهملين وإن أمهلهم الله فإنه لن يهملهم لا يخفون علينا فهو يعلم تصرفاتهم ويعلم موقفهم من آياته سبحانه ثم قال جل وعلا أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة هذا وعيد شديد الذين يلحدون في آيات الله ممن يلقون في النار والعياذ بالله وأما الذين يؤمنون بآيات الله في هذه الدنيا ويعملون بها فإنهم يأتون آمنين مطمئنين يوم القيامة يوم يخاف الناس ويفزع الناس يكونون آمنين لا يحزنهم الفزع الأكبر وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون أمن يأتي آمنا يوم القيامة أيهم خير كل عاقل يعلم أن من يأتي آمنا يوم القيامة خير من من يلقى في النار يوم القيامة على رأسه على من خريه لا يجادل في هذا أحد ثم قال جل وعلا مهددا لهم اعملوا ما شئتم هذا تهديد وليس معناه أنه سبحانه وتعالى رخص لهم من يفعلوا ما يشاءون من الإيمان والكفر وحرية الاعتقاد كما يقوله الملاحدة اليوم لا حرية في الاعتقاد لا بد من العقيدة الصحيحة عقيدة أهل الإيمان الذين يأتون آمنين يوم القيامة فأنت اختر لنفسك أن تكون مع من يلقون في النار أو أن تكون مع من يأتون آمنين يوم القيامة اعملوا ما شئتم ليس هذا أمر تخيير وإنما هو أمر تهديد ولهذا قال إنه بما تعملون خبير هذا وعيد شديد أن الله جل وعلا لا يخفى عليه أعمالكم وتصرفاتكم وتكبركم عن آياته فيجازيكم على أعمالكم إنه بما تعملون من خير أو شر خبير مطلع عليه ويعلمه سبحانه وتعالى وقد أحصاه ألا بد من الجزاء على الأعمال يوم القيامة نعم أحسن الله لكم فضيلة الشيخ الحقيقة أمامي سؤال يرجو الأخ السائل يقول أن أطلب من الشيخ حفظه الله أن نستأنس بتوجيهه فهذا الموضوع هو عن أهمية الكلمة وكتابتها في حياة المسلم فضيلة الشيخ صالح يقول في وقت الحاضر كثرة وسائل الاتصالات للصغير والكبير الكمبيوتر والأنترنت ووسائل أخرى أصبح الناس يسهمون بذلك في الغث والسمين وأصبحنا نسمع عن كتابة التغريدات أرجو من فضيلة شيخنا العلامي الشيخ صالح الفوزان أن نستأنس بتوجيه منه وحول هذا الموضوع ليس ببعيد عن الآية التي مرت اعملوا ما شئتم هذا التهديد فهؤلاء الذين يغردون بالإلحاد والكفر وبمثبت أهل العلم وأهل الخير والمؤمنين ويتنقصونهم الله جل وعلا مطلع على أعمالهم ويحصيها عليهم ملائكته الحفظة وسيجاوزون بها يوم القيامة فهذه التغريدات وهذه المقولات لا تذهب سدع ولا تطير في الهواء محفوظة مدونة سيحاسبون عليها يوم القيامة لأسيما إذا كانت من الإلحاد في آيات الله فهذا أشد أو كانت في ظلم العباد وتجني عليهم وتنقص أهل الإيمان فإن الله جل وعلا قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون فالله جل وعلا ليس بمهمل لهؤلاء فعلى المسلم أن يتقي الله ولا يتكلم ولا يكتب ولا يقرأ إلا ما فيه خير له في دينه ودنياه ولا شك أن هذه الوسائل التي جدت وتنوعت أنها من الابتلا والامتحان فالمسلم ينظر إلى موقفه أمام الله سبحانه وتعالى ولا ينساق مع هذه الفتن وهذه الوسائل لا يهلك نفسه ويورط نفسه ما دام أنه على قيد الحياة عليها أن يختار لنفسه الطريق الصحيح طريق النجاة طريق السلامة طريق الجنة لأنه لا يدوم على هذه الحياة أيامه قليلة خطواته معدودة أنفاسه معدودة فعليه أن يتذكر هذا وأن لا يكتب ولا يقرأ ولا يستمع إلا ما يسره يوم القيامة من الخير ومن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمواعظ المفيدة وعليه أن يقرأ الكتب المفيدة والأقوال المفيدة ولا يقرأ ما هب ودب ثم يتأثر بذلك نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا عبد الله من الخرج تفضل عبد الله السلام عليكم السلام عندي سؤالي سمحت السؤال الأول يقول ما حكم تقديم قراءة قصار الصور في الركعة الأولى من الصلاة وقراءة الصور الطويلة في الركعة الثانية سواء كانت الصلاة الجهرية والسرية هذا السؤال الأول طيب السؤال الثاني كيف يرى المؤمنين بعضهم وبعض في الجنة وهم مختلفين في الدرجات وخاصة كانوا من الأقارب شكرا طيب نعم السؤال الأول نعم قصار الصور تقديمها على الطويلة العكس العكس أن الركعة الأولى تكون أطول وأكثر قراءة من الركعة الثانية هذا هو السنة نعم الجهرية والسرية نعم المؤمنون يرى بعضهم بعضا يوم القيامة الله على كل شيء قدير لا شك أنهم يتزاورون ويجتمعون وإن كانوا متفاوتين في الدرجات فالله قادر على أن يمكنهم من التراء وأمكنهم تراءونا الغرف العالية يوم القيامة كما تتراءونا الكوكب الغابر في الأفق والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين نعم إعطاء الزكاة فضيلة الشيخ لمن تعطى الزكاة لمن ذكر الله في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أصناف يضع الزكاة في هذه الأصناف الثمانية ولا يخرجها عنهم لأن الآية فيها حصر تدخل هؤلاء وتخرج غيرهم نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول الشيخان الكريم ما حكم كثرة الحلف بالطلاق وهل تطلق المرأة إذا كان يكثر من الحلف لا يجوز للإنسان أن يكثر من التلفظ بالطلاق ولا يجوز له أن يكثر من الحلف بالله ولا تطع كل حلاف مهين ومن الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم منهم رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه والطلاق خطير لأنه يبعد عنه زوجته ويحصل به الفراق قد يكون فراقا بائنا فهذه الكلمة لا يتلاعب بها كالذي يتلاعب بالسلاح ثم يقتل نفسه عليه أن يتجنب التلفظ بالطلاق وأما إذا وقع منه شيء من الطلاق فعليه أن يراجع المحكمة الشرعية أو دار الإفتاء في الرياض نعم عبد الرحمن من الرياض معنا على الخط فضل عبد الرحمن السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام شيخ أنا عندي استفترين بسيطة إن شاء الله السؤال الأول الشيخ الآن ظهر لك كلام عن الديوان والتجمعات أمام الديوان أنك قلتها بعدم جواز التظاهر أمام الديوان ثم ظهر كلام في اليومين السابقين يقولون أن أحدهم زارك وقال أنك نصحتهم وقلت أم وضوف أنكم على خير نريد الكلام الصحيح لأنه التبثت على الناس الأمر نريد الكلام الصحيح سؤال الثاني شيخ لاحظي بجاوب الشيخ على هذا تفضل يا أخي اترك الكلام لو لا تدخل فيه بها المهاترات هذه الناس يتلمسون الزلات ويتصيدون العثرات ولكن الحمد لله لا يجدون ما يسرهم ما يجدون إلا ما هو ضدهم وأنا لم أتناول الذين راهوا يراجعون بالديوان الملكي الدوان الملكي مفتوح للمراجعين ويجتمع فيه الخلق الكثير يراجعون في ذلك إنما أعني المظاهرات والاعتصامات هذا الذي سئلت عنه فأجبت بأن فيه قراراً من هيئة كبار العلماء تحريم المظاهرات ومنع المظاهرات والاعتصامات وأن الذي عنده مراجعة يراجع بالطرق النظامية طرق الصحيحة هذا الذي قلته نعم شكراً هل يجوز ترى فيه ارتداد ارتداد طيب فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز رفع اليدين عند دعاء الاستخارة وما هي الأمور التي يستخار فيها وهل تدخل فيها أحكام العبادات وغيرها كل دعاء يستحب أن ترفع فيه الأيدي إلا ما ورد الدليل فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه وإلا فالأصل في الدعاء أن يرفع يديه فيه لأن هذا من أسباب الإجابة نعم يقول السائل يا شيخ بالنسبة لسنة الجمعة وصلاة سنة الجمعة القبلية هل هي ثابتة في السنة أم بدعة وكم نصلي قبل الجمعة مأجورين الجمعة ليست لها راتبة قبلها ولكن يصلي ما تيسر له إذا دخل المسجد على الأقل يصلي تحية المسجد ثم يجلس ينتظر صلاة الجمعة وإن أكثر من الصلاة إلى أن يحضر الإمام فهذا أفضل نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ بالنسبة يقول هذا السائل لتأديب الزوجة كيف يكون ومتى يكون الهجر لها مأجورين الله جل وعلا بيّن هذا في قوله تعالى والتي تخافون نشوزهن فعضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل إن الله كان عليا كبيرا فإذا خشي من نشوز زوجته وهو ارتفاعها عليه وامتناعها من حقوقه فعليه أن يعالجها بالموعظة تذكير بالله ثم الهجر في المضجع حتى ترتدع ثم آخر المراحل أن يضربها ضربا يؤلمها لكنه لا يضرها أحسن الله إليكم نعود إلى الاتصالات ونأخذ اتصال هزاع من الرياض السلام خير يا شيخ نعم السلام عليكم كيف حالكم إن شاء الله طيبين يا شيخ عندي بس أبي منك توجه كلمة في الأولى الأخيرة صار في تطاول من عامة المجتمع على العلماء وتساهل في هذا الموضوع فأودي توجه كلمة لعامة المجتمع خصوصا في هذه النقطة وثاني حاجة شيخ أنا أبي منك أنك تدعي لي الله حي طيب شكرا هذا السؤال أسلفنا الإجابة عليه وقلنا إن هناك من الناس من ليس له هم إلا التحريش وتصيد الأخطاء لو أدركها ولكن الحمد لله لا يدركون على أهل الخير إلا ما يخيبوا ظنهم ولكنهم يخترعون أشياء من عندهم وهذا لا يضر العلماء ولا يضر أهل الخير إنما يضرون أنفسهم فعلى المسلم يمسك لسانه خصوصا في أيام الفتن ولا يتكلم إلا بما فيه فائدة له وللمجتمع ويمسك عن الشر والتحريش والتهيج غير ذلك لأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد حنا نحيي الموتى ونكتب آثارهم وما قدموا فالله جل وعلا مراق رقيب على عباده حرك لسانك بما شئت أملي على نفسك وعلى الملائكة ما شئت فإنه مدون ومعروض عليك ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وحقوق الناس لا تضيع إلا إذا سمحوا بها أما إذا لم يسمحوا ما تكفي التوبة لا بد من طلب المسامحة منهم فعلى المسلم أنه يتصور هذا ويبتعد عن هذه المهاترات وهذه الترهات ويشتغل بما فيه الخير له وللمسلمين نعم جزاك الله خير الشيخ صالح إذا المسلم الشيخ صالح يقدر نعم الله عليه ومنها نعمة الأمن والأمان والطمأنينة ما أثر هذه الأمور في حياة المسلمين الشيخ لا شك أننا نعيش ولله الحمد في هذه البلاد بخير ونعمة وأمن وإيمان ورغد من العيش فعلينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة والله جل وعلا قال وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولا إن كفرتم من عذابي لشديد وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فلنحذر من هذا ولنقيد النعم بشكرها بشكرها ظاهرا تحدث بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا وبصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى هذا هو شكر النعمة فالنعمة ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم أنت مسؤول عن هذه النعمة التي أعطاك الله يوم القيامة بماذا صرفتها وبماذا استعملتها ليست مجرد أن مرت عليك وذهبت لا بد تسأل عنها يوم القيامة ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم تذكر هذا يا أخي نعم أحسن الله إليك شيخ أختنا قبل قيل تسأل عن حكم لبس القصير بالنسبة للمرأة بين النساء لا يجوز لها أن تلبس القصير عند الخروج ولا بين النساء لأنها تجرئ النساء على هذا اللباس ويقتدين بها فتكون قدوة سيئة ولأن النساء أيضا يتحجب تتحجب المرأة في مفاتنها وجسمها عنهن فهي إنما تبدي وجهها عند النساء وكفيها وقدميها عند النساء وعند محارمها من الرجال تبدي هذه الأشياء هذه الأطراف التي ليس فيها فتنة أما ما فيه فتنة فإنها تستره عن الرجال وعن النساء نعم أحسن الله إليك شيخ عبد الله معنا على الخط تفضل أخي عبد الله الله أحسن تفضل السلام عليكم عليكم السلام كيف الحال شيخ طالع أمرك حياك الله عندي سؤالين الله يا أخيك نعم في السؤال الأول الله أخيك قال عمرك أنا إنسان مريف بالقلب عندي شرعين وعندي آلام تجيني آلام في ظهري ويجيني آلام يعني مبرحة في الليل ما أقدر أنام إلا في وقت متأخر بعد ما أصلي الفتر فصلاة الجمعة لي والله فترة ما أقدر ما أقدر أروح لأن المسجد بعيد علي وأنا ما أخدمي بذنب عشان لي ما أروح كنت ما أعطى رقصات الجمعة فما حكم ذلك أعطيك السؤال الثاني شيخ ولا بعد ما أجاوب ذلك طيب نسمع الجواب نعم عليك يا أخي أن تصبر على ما أصابك وأيضا عليك أن تتعالج عند الأطباء بالأدوية المباحة والله جل وعلا وأيضا عليك بالدعاء الاكثار من الدعاء والله جل وعلا قريب مجيب عليك الصبر عليك العلاج المباح عليك الاكثار من الدعاء والله يشفيك ويمنحك الشفاء والعافية أبو التدغيل الله فيك يا شيخ طيب شكرا السؤال الثاني الله فيك طيب السؤال الثاني أنا صمت يوم عشورة وعلى أساس أصوم اليوم اللي بعده ويوم جاء ظهر جاني ارتفاع في درجة الحرارة إلى وصل الشهيلة 39 فأضطريت أني أضطر أخذ حبوب فهل يقبل مني الصيام يوم عشورة لصمته طيب شكرا أولا تكمل لجوابك عن السؤال الأول أن تقول أنك ما تمكن من حضور صلاة الجمعة إذا كنت ما تتمكن الحمد لله أنت معذور وأما إذا تمكنت ولو مع بعض المشقة يجب عليك حضور صلاة الجمعة ولكن تتأخر ما تحضر إلا عند عند دخول الإمام ليكون هذا أسهل عليك نعم وأما السؤال الثاني يقول بأنه صام يوم عشورة على أساس أنه يصوم بعده لم يتمكن من صيام اليوم الذي بعده لارتفاعه في درجة حرارته هل يقبل منه؟ الحمد لله صام عشورة صحيح إن شاء الله وتؤجر على نيتك أن تصوم يوما معه ولكن لم تتمكن لك الأجر على نيتك إن شاء الله الحمد لله هذا السائل أرسل بسؤال عن عقوق الوالدين يقول وما السبيل إلى التوبة وهل تقبل التوبة في مثل هذه الحالة إذا فارق الوالدان إلى الموت عقوق الوالدين من أعظم الكبائد بعد الشرك بالله عز وجل حق الوالدين بعد حق الله عقوق الوالدين لا شك أنه عظيم وأنه خطير فإذا كان الوالد حيا فعليك أن تطلب منه المسامحة وأن تحسن إليه وتعترف أمامه بخطائك أما إذا كان ميتا فعليك بالإكثار من الدعاء له والاستغفار له والصدقة عنه لعل الله أن يخفف عن كذلك نعم يسأل يا شيخ صالح عن الوصية هل يكتفى بكتابتها باليد الوصية لا بد أن توثق عند المحكمة الشرعية لا تكفي الكتابة باليد اليوم نعم طيب تفضل يا أخي علي من الرياض السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك يا شيخ حياك الله سؤالك هي ارتداد نعم موضفين في شركة يا أخ علي لا يوجد ارتداد الآن في الصوت لعلك تعيد الاتصال مرة ثانية لعله يخف هذا الصدع فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما الفرق بين قولنا ماء طاهر وماء طهور وما الأحكام المتعلقة بهما الفرق أن الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره وهو الباقي على خلقته على خلقته التي خلقه الله عليها هذا هو الطهور أما الطاهر فهو الماء المتغير بأشياء طاهرة غيرت لونه أو طعمه أو ريحه حتى تحول أو استعمل في طهارة ما الوضو الذي استعمل في طهارة سابقة ورفع فيه حدث هذا يسمى طاهر إذا أصاب الثوب والبدن فإنه طاهر لا ينجسه ولكن لا يتوضأ به للصلاة لأنه مسلوب الطهورية نعم السائل خولة من الرياض تسأل شيخ تقول ما حكم الشرع في نظركم في استخدام الرموش الصناعية بالنسبة للمرأة وذلك تجملا لزوجها هذا من الغش ومن التدليس ولا يجوز هذا وهذا يدخل أيضا في الوعيد التي تتجمل بما لم تعطى المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور كما في الحديث عليها أن تعالج العلاج الشرعي العلاج الطبي المباح وأما أنها تعمل الوصل بالشعر لرأسها أو تعمل رموشا أو تعمل أشياء لا حقيقة لها الأمر لا يجوز لها نعم ما زلنا مع اتصالات الإخوة والأخوات ومع سئلتهم عبر الفاكس يقول هذا السائل فضيلة الشيخ أنا أبيع وأشتري في الماشية هل عليها زكاة إذا كانت الماشية للبيع والشراء فهي عروض تجارة عليها الزكاة مثل عروض التجارة أن تثمنها وتخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة وإذا بعت شيئا منها وحال الحول على قيمتها فإنك تزكيه تخرج منه ربع العشر وأما إذا كانت الماشية للقنية وهي إبل أو بقر أو غنم للقنية فهذه إن كنت تعرفها السنة كلها أو أغلب السنة فليس فيها زكاة أما إذا كانت ترعى من المباح في الفلات أغلب السنة ففيها الزكاة إذا كانت ترعى من المباح أغلب السنة ففيها الزكاة بالأنصبة المعروفة نعم يقول السائل أبو محمد هل الميل ميل الأب إلى أحد الأولاد عنده لأنه يقوم بخدمته وطاعته وإعطائه شيء من الترضية هل في ذلك بأس نعم لا يجوز أن يخص بعض أولاده بالعطية دون الآخرين ولو كان أحدهم برا به فإن هذا عمل صالح له يريد التقرب إلى الله ببر والديه وأما إذا كان بينك وبين اتفاق وشرط على أنه يعمل عندك بأجرة مثل غيره فلا بس هذه أجرة ليست عطية نعم أحسن الله إليكم وصلتنا هذه الرسالة يا شيخ صالح يقول يوجد سباح أو مسابح كتب عليها أسماء الله الحسنى تباع وعندي إحدى المسابح فيها أسماء الله هل في ذلك شيء نعم هذا يجب منعها يجب منعها ولا تباع وعليها أسماء الله جل وعلا هذا من امتهان أسماء الله عز وجل وهذا شيء لم يرد الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها تدعو الله تقول يا رحمن ارحمني يا كريم كرمني يا غفور اغفر لي يا تواب تب علي ادعوه بها أما كتابتها على المسابح وعلى غيرها فهذا من امتهانها ومن العبث في أسماء الله وهؤلاء الذين يعملون هذه الأشياء مرتزقة يريدون تحصيل المال من ورائها أو إنهم مخرفون يتقربون بذلك إلى الله وهو الله لم يشرع هذا نعم بندر من حائل تفضل يا أخي بندر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله يا شيخ هل قول الله سبحانه وتعالى كل حزب بما لديهم فريحون هل هو على سبيل الذنب أم أنه يجوز التحزب وإن شاء الأحزاب وما إلى ذلك شكرا يا أخي الله أمرنا بالاجتماع على طاعته سبحانه وتعالى وأن نكون أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ونهانا عن التفرق ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين فعلينا أن نجتمع على طاعة الله عز وجل ومن فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية فعلينا أن نجتمع على طاعة الله وعلى أمة الإسلام ولا نتفرق والله جل وعلا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأما قوله تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فريحون هذا من باب الذنب لأنهم لم يكفي أنهم تفرقوا بل كتبوا كتبا كل واحد يأيد ما هو عليه بالحجج الباطلة والترويجات الكاذبة ويعتمدون على كتبهم الباطلة وأنها تخالف ما عليه الآخرون وهذا لا يجوز الله أمرنا أن نعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نكتب كتبا من عندنا نختص بها دون الآخرين نحن أمة واحدة كتابنا واحد وهو القرآن والله جل وعلا أنزل القرآن ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا نعم أحسن الله إليكم اللغة السائلة تسأل فضيلة الشيخ عن الفرق بين دم الحيض والاستحاضة وهل تصلي وتصوم المرأة في الحالتين دم الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة في أيام معلومة وعادة معروفة وأما الاستحاضة فهي نزيف ليست حيضا ولا تخرج في أيام معروفة فهي تصلي في أيام الاستحاضة لا تترك الصلاة وأما أيام الحيض فإنها تترك الصلاة ولا يجوز لها أن تصلي في أيام الحيض نعم لها فقرة أخرى يا شيخ صالح عن أفضل كتب ميسرة للمرأة تقرأ منه عن هذه الأحكام تعني أحكام الطهارة فيها كتب ميسرة مثل المختصرات في الفقه في أحكام الطهارة في أحكام الصلاة في أحكام الزكاة إلى آخر أركان الإسلام مختصرات الرسائل المختصرة وهي كثيرة ولله الحمد نختم هذا اللقاء بآخر سؤال عن الاعتداء في الدعاء ماذا يقصد به يا شيخ الاعتداء في الدعاء أن تدعو بدعاء لا يصلح لك أو تدعو بدعاء على الآخرين بظلما وعدوانا أو تدعو بإثم أو قطيعة رحم هذا كله من الاعتداء في الدعاء شكر الله لكم وفضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في لقاء هذا الأسبوع فتاوى على الهواء والذي استضفنا في فضيلة الشيخ العلام الصالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء من استوديو القصيم شكرا للزملاء الذين رتبوا هذا اللقاء في القصيم شكرا أيضا لزملاء معي في استوديو الرياض هذا زميلي عبدالله السعيد مخرج هذه الحلقة تمنى لكم أوقات طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة